اشتركوا في القناة منهج الترمي التاني ومنهج الترمي التاني من المناهج السهلة يعني اللي مش محتاجة مجهود ولكن هي بس محتاجة انتظام ومذاكرة وان شاء الله قدر اوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك ولو في اي حاجة انتو محتاجينها او اي سؤال ابعتولي دايما على اليوتيوب في الاسئلة في الكومنتس وانا ان شاء الله هرد على اي استفسار بالنسبة لي الليسون وان في في المنهج بتاعنا الساينس فانا عندي هنا بتكلم عن حاجة اسمها الليفر اللي هي الروافع وطبعا بيحكي لي قصة ان من وقته طويل لونج تايم اجو من انفنتد ماني سامبل ماشين تو هيلب هيم تو بير فورم هيفي تاسك يعني اخترعوا ادوات بسيطة علشان تساعدهم في اللي هو المهام بتاعتهم وكان موست كومون سامبل اشهر سامبل هي كانت الليفر الروافع وهي الفيرس تديسكرايب يعني ان 260 بي سي قبل الميلاد عن طريق العالم ارشي نيدس اللي هو عالم طبعا قديم من 260 بي سي قبل الميلاد وعندي طبعا اكزامبلز الليفر عندي الويل برو نات كراكر والسيسورز المقص طبعا في دماغنا لما اقول كلمة ريفر بيبقى في دماغنا ان احنا هنرفع حاجة او هنشيل حاجة تقيلة طب ايه اللي جاب السيسورز هنا او ايه اللي جاب النات كراكر ولكن الليفر هي عبارة عن ماشين اذا توافر فيها الشروط دي بقول ان هي الليفر طب ايه هي بقى اولا اول حاجة التعريف وناخد بنا منه لانه مهم جدا ريشد بار يعني ساق متينة قوية تمام ستريت اور كارفت زي ما تكون طبعا روتيت الراوند بتتحرك فكسد بوينت قولد فولكرام افكتد باي ان افورت فورس ان درزيستنس فورس وهنا لازم نقف بقى اولا هي ريشد بار يعني ساق متينة يعني حاجة قوية فكسد او روتيت الراوند فكسد بوينت اللي هي النقطة السابتة اللي هي النقطة اللي مسكة الرشد بتاعتي او الليفر بتتأثر بتو فورس ايه هما بقى قال لي الريزيستنس فورس والايه والافورت فورس طب ايه قصة بقى الريزيستنس فورس وايه قصة الافورت فورس قال لي دلوقتي لما باجي ارفع اي حاجة لازم ينتج عنها فورس تقاوم الرفع بتاعتي فدي هي الفورس اللي طالع دايما من ويت البادي يبقى الريزيستنس هي فورس فروم ايه ويت اف بادي يعني هي فورس جاية من وزن الجسم اما الافورت طالما حاجة لها وزن انا لازم ابزل قصادها مجهودة علشان اشيلها فالافورت فورس هي فورس ايجزارتد باي بيرسون يعني دية اللي بتنتج منين القوة اللي بيبزلها البرسون اللي هو الشخص ليه علشان يعمل اكواليبريت للريزيستنس ما انا لما شيل شيلا وارفع حاجة لازم اكون قدها تمام كده فهو بيعمل ايه قال لي ان الريزيستنس فورس دي هي فورس مقاومة من البادي وانت تو ايه تو موف اللي انا عايز اشيله اما الافورت هي اكزارتد فورس اكزارتد فروم بيرسون تو اكواليبريت رزيستنس علشان تعديل الريزيستنس اللي هي مقاومة الجسم اللي انا بشيله طيب تمام طبعا الريزيستنس برمزلها بالار كابيتل الافورت اللي هي فروم بيرسون بالاف كابيتل الفولكرام طبعا بالاو كابيتل وهي فكسد بوينت اللي هي البار روتيت الراوند انت الراوند انت اللي هي بتثبت الريشد بار وبيتحرك الريع عليها تمام كده طب ايه بقى اكزامبلز الميني ليفر حوالي اولا سيسو تمام كروبار العتلة سيسور الماص بوتل اوبنر فتاحة العلب نات كراكر ستابلر آي سويت هولدر ويل برو مانوال بروم اللي هي الماش طيب كلام جميل نبتدي بقى نتعرف على الامبورتنس طبعا قال لي ان الليفر فيري امبورتنس ان ايه اوار ديلي لايف بيكوز اتميك تاسك ايه بيرفورمد مور ايزلي ليه هي مهمة في حياتنا لانها بتخلي دايما اداء المهمات اسحل تبص تلاقي مثلا البنة مثلا او هم بيبنوا ماشيين مثلا بالويل برو عجلة الحديقة مثلا وحطين فيها مثلا اسمنتو رملو حاجات كتير كده وهو ماشي مش حاسس بقى اي حمل ليه لان هي موفرا مجهود بتاعي فهي طب نبتدي نشوف بقى المميزات بتاعتها اول حاجة قال لي هي بتزود قوتي ازاي قال لي لان هي بتخليني اعمل قوة صغيرة يعني انا استخدم قوة صغيرة علشان احرك اجسام تقيلة طب كلام جميل طبعا لازم هنا يعني اهم حاجة في الليسون ده ان انا احفظ الاكزامبلز زي ايه بتزود الفورس بتاعتي قال لي الكروبار العتلة النات كراكر قصارة البندق او قصارة المقصرات عموما انا مثلا بمكن ابز المجهود في اني اقصر مثلا اي حاجة من المقصرات زي بندق او كذا تمام وفي حين ان القصارة انا بدوس بتكسر بمنتهى البساطة يبقى هي زودت قوتي increase distance some liver allow exerting force for a small distance to move object for long ايه for long distance ماما مسكة الماني والبروم your hand طبعا move small distance ايدي بتتحرك مسافة قليلة تمام بس المقشة بتروح مسافة ايه بعيدة تمام وبالتالي انا كده جبت حاجات من بعيد وانا محرقتش دراعي مسافة كبيرة طبعا example على increase distance هي الماني والاي بروب بعد كده عندي increase speed بتزود سرعتي زي ايه زي الهوكي يا بات بيلعبوا بكورة الهوكي الهوكي الكورة سبتة مكانها اول ما بضربها بالمضرب سرعتها بتزيد تمام كده اذا انا زودت السرعة move force from place to another دلوقتي مثلا زي البكتشر اللي قدامنا دي انا بجيب مثلا لمينة مثلا ورق او حاجات مثلا وجبت ايه الماني والبروم ببتدي احرك من المقشة وابتدي امسك الجروف زي ما احنا شايفين كده فانا بحرك your hand move from one place to another to collect garbage اللي هي طبعا الزبالة والفضلات تمام without bending من اخير ما تتحرك انا سبتة مكاني تمام وببتدي احرك الجاربج بتاعتي في مكانه يبقى انا حركت الفورس من مكان لمكان تمام يبقى move force from place to another اللي هي الماني والا بروم accuracy in performance يعني دقة في الاداء نبص مثلا نلاقي بتاع اللي هو بيصلح الساعات او المجوهرات ماسك طبعا الساعات ماسك المصمار الصغن جدا جدا بالtwizers اللي هو الملقاط واخده بمنتهى الراحة وجاي يحطه في مكانه ويصلح الساعة وفيش اي مشكلة خالص لانه هو بيخليني اقدر امسك الحاجات الصغيرة بمنتهى الضقة فبيقول لي يبقى used to pick up very small object يعني يمسك الحاجات الصغيرة يبقى accuracy in performance اللي يدقة في الاداء زي التوزر اللي used to pick up very small object يعني يلقط الحاجة الصغيرة جدا طيب تمام avoiding danger يعني بيخليني ابعد عن المخاطر لو انا مثلا عندي فحم سخن حاجة hot حاجة cold حاجة بويزن مش همسكها بيدي وما اللي همسكها بايه همسكها بالcool holder او ice holder او sweet holder اللي هي المساكة اللي احنا بنمسك بيها يبقى تاني ايه الimportance اولا increase force use small force to move heavy loot زي crew bar والnot cracker increase distance زي manual broom increase speed زي hockey bat move force from place to another زي manual broom تاني accuracy in performance to pick up very small object طبعا زي مين زي twizer avoid danger زي طبعا ال cool holder وال ice holder كده بالنسبالي دول اللي هما import طبعا لازم نحفظ the examples طيب يجي يقول لي بقى give reason ليه crew bar consider the increase force ليه بيزود قوتي ما انا طالما increase force يبقى انا هعمل ايه انا to pick up very small object طيب كلام جميل انا بقى عندي دلوقتي three examples sorry types of types of liver يعني عندي انواع liver قسم انواع liver لتلات انواع واحنا لازم نعرف التعريف ونعرف the examples على كل واحدة اولا first class second class third class قال لي ان first class هي most popular طيب هي اكتر حاجة مشهورة in daily life يعني هتلاقي منها كتير في حياتنا اليومية طيب ايه بقى اولا first second third بيختلفوا في تحريك الفولكرم تمام كده وفي نفس الوقت مين بيكون في الميدل فانا لما امسك دلوقتي first class فبقول ان هي liver اللي فيها الفولكرم between the effort force and resistance يعني طب ناقص اعرف examples طبعا في الرسومات حين موريني ادي ال-o-a-h ودي ال-r ودي ال-f عشان نشوف كل واحدة فين وازاي الفولكرم في المنتصف اولا عندي examples ال-water bump اللي هي الترومبت المية لو حد عارفها وبيشوفها ال-pincers وعندي سوري نمشون بالترتيب ال-water pump ال-crew bar ال-pillers ال-pincers see-saw hammer claw nail creepers scissors والبدل طبعا ده بالنسبة لي هو ال-water pump اللي هو الترومبت المية ده ال-crew bar اللي هو العتلة ال-pillers اللي هي ال-assafah و- ال-pincers ال-كماشة تمام كده وال-seesaw اللي هي المرجحة اللي احنا شايفينها دي وال-hammer claw اللي هو الشاكوش nail clipers اللي هو الصفط الضوافر وال-scissors اللي هو المقص والبدل اللي هو طبعا اللي هو المجداف اللي احنا بنقدف به تاني نوع اللي هو second class طب مين هنا في الميدل قال لي اه لا ده وإحنا هنعرف طبعا الدرس الجاي ان ده اكتر نوع save effort اكتر نوع بيوفر مجهود اكتر نوع نقدر نرتاح فيه ومنشيلش heavy loads او يشيل عنا heavy loads ونبزل small effort فبيقول لي مين هنا في النص resistance هنا resistance force بين effort force وال fall يبقى resistance force هي اللي في الميدل طب الفيرست لا كانت fall هو اللي في الميدل طيب عندي example زي ايه زي bottle opener fتاحة العلب زي nut cracker كسارة البندق stubler الدباسة والويل برو اللي هي العجلة بتاعة الحديقة تمام كده يبقى احنا ناخد بالنا من طبعا ال examples بعد كده عندي third class طب مين في النص في third class قال لي طبعا لو جالي اي example give reason وقال لي ليه هو second class بكتب التعريف because resistance force between effort force and a fall crumb طيب اولا third class مين في المنتصف اه ما فاضلش غيرها بقى يبقى هي مين force effort force هي في المنتصف between fulcrum والresistance يبقى effort force between resistance force والfulcrum ودول بقى هتلاقيهم اي حاجة متوفرش مجهود زي ice holder manual boom sweet holder hooky bat tweezers fishing tool ده بالنسبالي types of liver first class وي كان fulcrum هو اللي between resistance والeffort second class والresistance هي اللي بين fulcrum والeffort والthird class اللي هي effort force هي اللي between fulcrum والresistance ده lesson 1 الموضوع سهل جدا ان شاء الله يعني منهج لطيف سهل وان شاء الله يعجبكو ويتحس انه هو مش محتاج يعني مجهود جامد هو بس عاوز التزام اتمنى ان انتو تكونوا استفدتوا وهستنى طبعا التعليقات بتاعتكو ولو في اي سؤال وبالتوفيق وشوفكو الساشن الجاي مع فيديو جديد ان شاء الله وبالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة